وين الخرق بدايرة الشمال الثالثة؟ المعركة بدايرة الشمال الثالثة على مقعدين من المرجح يكونوا بالكورة مهم نقول أن تحليلنا مبنى على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات التي شهدها لبنان من بعد 17-20 والنتيجة الحقيقية لا يقررونها غير الناخبين نهار الانتخابات على أي أساس في خرق بهذه الدائرة في أطراف تملك حواصل لكن كيف ستتوزع على الدوائر؟ صعب نحدد الواضح لهلأ أنه بالباترون جبران باسيل قريب كثير من الحاصل تيار المرضى المتحالف مع الجزء من الحزب القومي يمكن أن يؤمن ثلاث مقاعد ومن بينهم اثنين بصغرطة المععد الثالث بصغرطة من المرجح يذهب إلى تحالف ميشال معوض، ماشت حرب، والكتيب والذي يسعى على يحجز مقعد الثاني بالباترون ومن المرجح تستطيع القوات تحافظ على مقعدين ببشرة ومقعد الثالث بعد لا يبدو إذا بالباترون أو بالكورة ويبقى فيه مقعدين تتنافس عليهم أو على واحد منهم لاحة شمالنا مع المعارضة عشو معاولين؟ تخذ لاحة شمالنا معركة جدية لتقدر تحصل على مقعد أو مقعدين بحال قدرت ترفع نسبة الاقتراع تعتمد بشكل أساسي على جذب الصوت الاعتراضي الرافض لكلها الأحزاب وعلى الأرجح، هل خرق سيكون لمقعد أو اثنين بالكورة ياللي هن للأرتوديكس